دكتور عثمان يرى أن هناك تحديات كبيرة جداً تواجه الحكومة الليبية الجديدة. ولكن في مسألة خروج المسلحين. لماذا لا يتخذ مجلس الأمن قرار واضح ضد الوجود الأجنبي في ليبيا؟ يندرج القرار تحت الجهود الدولية وتنتهي هذه المسألة؟ أنا لا أعتقد أن مجلس الأمن موحد في الملف الليبي. لو وصلت إلى مجلس الأمن والتصويت سنرى أن هناك خلافات وانقسامات مازالت موجودة في مجلس الأمن. وقرار واحد يمكن أن يعطل أو صوت واحد للدول الفاعلة في هذا المجلس. يمكن أن تعطل قرار. وبالتالي مازالت الحالة ضبابية وغير واضحة. ولكن أنا أعتقد أن التواجد التركي مرهون بضغوط أمريكية وأوروبية على تركيا. وهذه الضغوط كفيلة إذا كانت صحيحة بأن تجعل أردوغان يفكر أكثر من مرة في هذه المسألة. لأن مسألة العلاقات الاقتصادية والمصالح الاقتصادية. هذه مسألة عادية. ومن حق تركيا أن تكون لها مصالح في ليبيا. وكانت لها مصالح حتى في السابق. لكن المشكلة أن أردوغان يربط الملف الليبي بملف غاز ونفط شرق المتوسط. وهنا ليبيا ليست لها أي علاقة بهذا الملف. لماذا يزج ليبيا بهذا الصراع مع أوروبا، مع اليونان، مع قبرص، مع بلدان أخرى في هذه المنطقة؟. نحن لسنا لدينا أي مصالح هناك. ولكن أردوغان تعمد أن يبتز أوروبا من خلال الملف الليبي. هنا المشكلة. مشكلة أردوغان أنه رهن الملف الليبي. رهن حل الصراع في ليبيا. بل أنه عمل على إذكاء هذا الصراع وإرسال الأسلحة وإرسال الخبراء العسكريين وإرسال المرتزقة. حتى يكون منطقة غير مستقرة. منطقة تهدد السلم لأوروبا. وبالتالي سيجبر الأوروبيين على إعطائه ثمن للخروج من ليبيا. هو يبحث عن ثمن للخروج من ليبيا. وهذا الثمن ليس مصالح الاقتصادية. مصالح الاقتصادية ممكن أن تحل. ويرحب بالشركات التركية. كترحبنا بأي شركات أخرى من دول الجوار. ولكن أن يعطى ثمن في نفط وغاز المتوسط. هل الأوروبيون مستعدون أن يعطوه هذا الثمن؟. حتى يخرج من الملف الليبي. أم يستخدم معه العصى الغليظة. هل تعتقد أنه ليس هناك أي أوراق ضغط أخرى على تركيا. لإخراج المسلحين من ليبيا. بعد كل هذه التوافقات الدولية والعربية أيضا باتجاه إخراجهم؟. لا توجد. أردوغال لا يفهم إلا بلغة واحدة. عندما يصبح هناك ضغط اقتصادي قوي وضغط عسكري قوي عليه يخرج. الألمان لا يريدون ذلك. الألمان هم من عطلوا عملية أريني. التي كان من الممكن أن توقف إرسال السلاح إلى ليبيا. لأن الألمان لديهم مصالح اقتصادية في تركيا. ألمانيا لديها 27 ألف شركة تعمل في تركيا. وبالتالي لا تريد أن تضيع هذه الشركات. وأن تضيع مكاسبها الاقتصادية مع تركيا. وبالتالي هي الدولة التي عطلت بالفعل عملية أريني. وهي التي قسمت أوروبا في مواجهة الأطمع التركية. طبعا هناك تناغم أمريكي تركي في ذلك الوقت. وهناك صراع على تركيا بين الولايات المتحدة وروسيا. وهذا الهامش هو الذي مكن لأردوغان أن يغامر في ليبيا. وأن يرسل المزيد من الأسلحة والمرتزقة. هذه الحالة إلى الآن لم تنتهي. فلننتظر بعد هذا التشكيل الجديد الذي أقول مرة أخرى. هو حكومة وصايا دولية. وعلى المجتمع الدولي مسؤولية أخلاقية في دعم هذه الحكومة التي أنتجها. وإذا لم يلتزم بذلك معنى ذلك أن الفوضى ستستمر في ليبيا. وأننا سنرجع إلى المربع الأول. الليبيون والجيش الوطني لن يقبل بوجود عسكري تركي ووجود مرتزقة. ولا يقبل بارتهان الملف الليبي لمصالح تركيا في نفط وغاز شرق المتوسط.